اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيث اكد انه الفريق الوحيد الذي يمكن ان يترك ملعب سيجنال ايدونا باركي من اجله وتقدر سرعته ب33.9 كم في الساعة رابعا محمد صلاح يحتل المرتبة الرابعة اللاعب محمد صلاح الذي يمكنه الرقد بارض الملعب بسرعة تقدر ب34.3 كم في الساعة صلاح حقا مثالا للموهبة الكروية الشابة الذي سطاع اثبات نفسه بسرعة فائقة ففي شتاء عام 2014 انضم صلاح لتشيلسي لكنه لم يشارك الا في 13 مباراة واحرز هدفين ولم يأخذ فرصته كاملة لذلك تم اعارته الى فريق بيورنتينا ونتيجة لادائه الرائع في نصف موسم عام 2015 حول النادي التجديد معه لكن عقد معروما وحلم في اللعب في دور الابطال دفع صلاح لاتخاذ قرار بالرحيل الى الذئاب وقدم اوراق اعتماده داخل صفوف الجيال الروسي وخاض معه 65 مباراة واحرز 29 هدفا ثم صار علي فربول على ضمه ونجح في هدى وانتقل اللاعب الى الانفيلد ثالثا خوان كوادرادو تقدر سرعة هذا اللاعب ب34.72 كم في الساعة لذلك اصبح اللاعب الكولومبي كابوسا للمدافعين ومصدر سعادة للجماهير التي تفضل المراوغات التقليدية التي يتميز بها اللاعبون القادمون من امريكا الجنوبية قاض اخوان فريقه يوفينتوس الايطالي للفوز على اولمبي كليون الفرنسي في دور ابطال اوروبا لكرة القدم ليظهر بعضا من مواهبه وخطف بادائه انظار الاندية الكبرى وانضم الى تشيلسي في عام 2015 ولكن وكما يحدث غالبا واجه صعوبة في حج مقعد في التشكيلة الاساسية في وجود اسكر ووليان وايدين هازارد ليعيده النادي الانجليزي الى يوفينتوس في موسم عام 2015 وعام 2016 واستعاد كوادرادو تألقه مع يوفينتوس وقاده للفوز بلقب دور الدرجة الاولى الايطالية للمرة الخامسة ثانيا جاريث بيل تقدر سرعته بخمسة وثلاثين فاصل واحد كيلو مترا بالساعة شارك بيل مع منتخب بلادي في بطولة امم اوروبا بفرنسا وتصدر قائمة الهدافين بثلاثة اهداف في الجوالات الاولى من البطولة واصبح سابع لاعب يسجل اهدافا في جميع مباريات دور المجموعات بكأس امم اوروبا منذ عام 2004 وقد شهدت امم اوروبا في عام 2016 تألقا كبيرا من جانب بيل مع منتخب بلادي حيث سجل ثمانية اهداف في اخر 13 مباراة ليصل الهدف الدولي رقم 24 يعتبر بالواحد من اسرع لعبي كرة القدم ويمكنه اللاعب في عدة اماكن بالملعب سواء قصانع العاب او كجناح ايسر بالاضافة الى امكانية اللاعب في الجناح الايمن اولا واخيرا هكتور بيليرين يحتل المرتبة الاولى في السرعة اللاعب هكتور بيليرين الذي يملك موهبة الرقد السريع بمقدار 35.2 كم في الساعة هكتور بيليرين هو لاعب كرة قدم اسباني محترف يجيد اللاعب في مركز الظاهير الايمن لصالح نادي ارسنال الانجليزية واحتل هكتور هذا المركز بعدما قطع مسافة 40 مترا في 4.41 ثانية وخلال مباراة برنلي بالجولة الثانية والثلاثين من الدور الانجليزية والتي فاز بها ارسنال بهدف دون رد واوضحت بعض التقارير ان الظاهير الايمن الاسباني اذا قرنت سرعته بالعداء الجاميكي الشهير اوسين بولت سيتفوق عليها واشارت الاحصائيات ان برلين قطع 40 مترا في 4.41 ثانية مقابل 4.64 للعداء بولت مما يعني انه عندما ينهي برلين مسافة 40 مترا سيكون امام بولت بمترين وتألق الاسباني الشاب بشكل ملفت للنظر مع الارسنال منذ بداية الدور الثاني للبريمرليج في هذا الموسم ومما لفت اليه انظار نادي برشلون الذي يسعى للتعاقد معه اصدقائي كانوا هؤلاء هم اسرع لعبين في العالم ان كنتم تريدون المزيد من هذه الفيديوهات اخبرونا بذلك في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة